اهلا بحضرتكم في هذه التغطية كما اعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند الاطراف الشرقية لبلدة مارون الرأس برشقة ساروخية بالاضافة لاستهدافه تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة مسكاب عام برشقة ساروخية وتزمن هذا التصعيد ايضا مع استعدادات اسرائيلية لتواغل اخر في جنوب لبنان استبقها حزب الله اللبناني بتفجير مبنى كان يتحصن فيه جنود اسرائيليون ادى الى مقتل سبعة جنود واصابة اخرين في مواجهات مباشرة على الحدود الجنوبية وصولا الى استهداف وزارة الدفاع الاسرائيلية مرتين عقب غارات مكثفة قام بها الجيش الاسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيرول وصلت نحو ثلاثين غارة جوية خلال اربعة وعشرين ساعة وذلك بالتزمن مع زيارة قام بها وزير دفاع اسرائيل يازرائيل لأكاتس للحدود الشمالية مع جنوب لبنان وقال الحزب في بيان انه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على قاعدة الكرياه مقر وزارة الحرب وهيئة الاركان العامة الاسرائيلية وغرفة ادارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو وذلك في مدينة تل ابيب واصابت اهدافها بدقة وفي وقت لاحق افيد باطلاق عشرة سواريخ سقط بعضها شمال تل ابيب وفقا للإعلام الاسرائيلي وافادت وسائل علام اسرائيلية في خبر عاجل منذ قليل بان التقييم العسكري هو ان ارسال جنود الى مباني او حيث يختبئ مقاتل حزب الله اللبناني امر غير منطقي عمليتية والهجمات ضد وحدة ايجوز والكتيبة 51 من لواء جولاني في جنوب لبنان دفعت الجيش الاسرائيلي لاعادة تقييم تكتيكاتهم ايضا افادت قناة الكهرة الاخبارية في خبر عاجل لها بان تقديرات اسرائيل ان حزب الله اللبناني والحكومة اللبنانية لم يقبل حرية عمل اسرائيل في حالة فدوث انتهاكات والتقدير في اسرائيل هو ان حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية ونقل استطلاع رأيي لصحيفة معارف الاسرائيلية بان 45% من الاسرائيليين يؤيدون التوصل الى تسوية في الشمال مقابل 41% يؤيدون الحرب وتوسيعها فيما قالت هيئة البث الاسرائيلية ان مشروع الاتفاق بين اسرائيل ولبنان يتضمن اقرار الطرفين باهمية قرار الامم المتحدة رقم 1701 ومشروع الاتفاق بين اسرائيل ولبنان يعطي الطرفين الحق في الدفاع عن النفس اذا لزم الامر وفقا لما افادت به قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي جرائمه في لبنان وتدميره للمنازل والبناء التحتية وتهجير الاهالي وسط انباء متضربة بثتها وسائل الاعلام الاسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دمال ابرياء في لبنان وعلى صعيد المقتصل افادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها بان وسائل اعلام الاسرائيلية اكدت التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بتهمة التورط في قضية الوثائق المسربة وكان تسحي بروفر مان رئيس طاقم رئيس الوزراء الاسرائيلي يخضع للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بن يمين نتنياهو ويواجه بروفر مان تحقيقا بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الامانة وذلك على خلفية الاشتباه في تعديل بروتكولات اجتماعات مجلس الحرب خلال الحرب وكانت وسائل اعلام الاسرائيلية كشفت ان تسحي بروفر مان هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الاسرائيلي لتغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب من خلال تهديده بتسجيل فيديو حساس الامر الذي نفاه بروفر مان ووصفه بالادعاء الكاذب مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات